اشتركوا في القناة لأنه عند الاقتراب من إله قدوس كهذا علي وعلى كل إنسان أن يراعي لا فقط طهارة الخارجية طهارة التقصية طهارة الجسدية لكن عليه من باب أولى أن يراعي حالة القلب ولهذا داود صرخ صرخ أمام قداسة الله وقال له اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني طب ما تقدم زباح داود اللي أنا عارف دي هذه لن تصلح معك أنت قدوس أنت طارد داخل لذلك صرخ ارحمني يا الله حسب كثرة رحمتك وهكذا فده كل من اقترب من الله وعرف شيئا عن قداساته يدرك أن الله يريد من يقتربون منه أن يكونوا داخليا في حالة تتفق معاه